سير وخواطر برنامج علمي سقافي يستهدف بالدرجة الأولى معرفة سير أعلام مالي والاستفادة من خبراتهم وخواطرهم البناء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما علم من البيان وألهم من التبيان وعلى ما أسبغ من العطاء وأسبل من الغطاء وعوذ بالله من شرة اللسن وفضول الهذر ومن معرة اللكن وفضوه الحصر وأصلي وأسلم على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والشفاعة الكبرى في المحشر سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يداي إذا حرمتك شافعا ومنعت حوضك أيها السقاء يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء إي يا بن عبد الله ما بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء كم غادر الشعراء من نزم وكم راحوا على طرق البيان وجاء وتظل في كل القلوب محمدا الصمت فيكم والكلام سواء صلني فوافقري إذا لم ترضى عن وصلي وترضى القبة الخضراء وإذا قريش لم تسأك بيوتها فالشعب قلبي والفدى الأحشاء سادتنا الأماجد متابعين الأكارم مشاهدين الأفاضل سلاما زاكيا طيبا مباركا إذا رفع إلى السماء يكون قمرا منيرا وإذا نزل إلى الأرض يكسوها سندسا وحريرا وإذا مزج بماء البحر يجعل الملح الأجاجة عذبا فراتا سلسبيلا أحييكم تحية مباركة من عند الله طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما على هذا المسرح نقول ونقرر ولا نزال نؤكد ونقرر الحاجة الملحة الماسة إلى تغيير المجتمع ومن يتحدث عن تغيير المجتمع بجبهاته المتعددة يتحدث صدارة وأولا عن خمسة أمور منها القدوات والوسوات فلابد أن يكون في كل مجتمع جماعة من الناس تلك الجماعة يمقتون ويذمون لا يستهقون الأسوة والاقتداء من أبناء المجتمع وآخرون يجب أن يكونوا أعلاما للمجتمع ورايات يقتدي بهم المجتمع ويتأسى بهم وجعل لكم نادي الفن والثقافة برنامج سير وخواطر سير وخواطر برنامج يستضيف فيه نادي الفن والثقافة كبار السخصيات من العلماء والدعاة والساسة ورجال السياسة وقادة الرأي العام وقد استمتعتم بحلقات كثيرة من هذه البرنامج ومعا على هذا المشوار سنتعرف في هذه الحلقة على عالم من عالم هذا البلد وركن ركين متين من أركان العلم وقامة ثابتة راسخة من قامات التوعية والدعوة والتعليم العربي الإسلامي في البلد سنتعرف سويا على السيرة الذاتية والمسيرة العلمية وسنجد سويا نصائح قيمة وتوجيهات راقية من معالي الأستاذ الدكتور مهود بكري كوني أولا وبداية سنفسه المجال لمعاليه يحيي جمهوره الكريم بما شاء وكيف شاء مرحبا بكم معالي الدكتور وأهلا وسهلا الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابنا العزاء المشاهدون والمتابعون لهذا البرنامج القيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية أتقدم بجزيل الشرك والعرفان لنادي الفن والثقافة على كونهم سد هذه الصغرة هذه الصغرة التي فينا نحن كنا في حاجة إلى من يسدها فالعمل الإسلامي والعمل الدعوي أو حتى العمل الإسلامي وخدمة الوطن مجال واسع حقيقة ينبغي أن يكون هناك تفكير جاد في التخصص والتنوع فهذا الذي توصلتم إليه دلالة على أنه كان هناك تفكير عميق وتخطيط جيد حتى توصلتم إلى سد هذه الصغرة فلا يأس إلا أن أقول جزاكم الله خيرا وبارك في الجهود وشكرنا موصول لكل الذين يشاهدون وتابعون وجزاكم الله خيرا كما قلنا لكم ما أنا معالي الدكتور هدو بكري كوني كقدوة وعلم ووسوة من علام هذا البلد ومرحبا بكم وأهلا في هذه الحلقة الماتعة معالي الدكتور عندما نلتقي مع علم وضيف من علام البلد أول ما نتعرف عليه اسمه ولقبه وانتماؤه القبلي وبلدته الأم ومقره الحالي فتفضلوا مشكورين الحمد لله أنا أخوكم العبد الضعيف هود بكري كوني الوالد الهاجب بكري كوني متوافى الله يرحمه إن شاء الله أمين على الأوراق الرسمية يعني الكلام يكون بالأوراق الرسمية صحيح بالأوراق الرسمية صحيح بداية لكن ذهبوا إلى السعودية للحج ثم بقوا هناك وتعلموا في الحرب في السنوات ثم رجعوا رجعوا حتى قبل الاستقلال نعم فكان من أولئك الشيخ اسمه الحاج هود وترى الحاج هود وترى فكان داعية نعم وحبه والدي لكن قدر الله أن أبتلي هذا الشيخ بمرض نفسي نعم أبتل بالمرض النفسي ففي تلك السنة نظر والدي لأن رزقه الله مولودا ذكرا لا يسمينه هودا ولجعلنه على مثل حياة هود في نعم في طلب العلم وخدمة الدين إن شاء الله فقدر الله أن كنت ذلك المولود نعم يعني فسمعني هودا نعم لكن منذ صغري نعم كان يقول لي دائما أريدك أن تكون عالما ولا يقول لي رماذها نعم ولذلك خلاص يعني أدخل للمدرسة فأنا دخلت المدرسة الابتدائية أول ابتدائي في مدرسة التربية الإسلامية في سيقاسو في سيقاسو نعم سنة 1975 نعم ووصلت إلى أن حصلت على الابتدائية في نفس المدرسة سنة 1981 واحد وثمانو 1981 نعم ثم وصلت ونحصلت على العدادية في نفس المدرسة في 1984 نعم لكن في تلك الفترة لم تكن هناك ثانويات مدرس ثانوية بالعربية في سيقاسو أقول في مالي في مالي نعم نعم 84 نعم 84 هنا قد تكون بدايات الثانوية بشكل غير رسمي في معهد الإسلام لا الهلال الهلال الإسلامي هم أول من بدأوا بمدرسة ثانوية لكن بشكل غير نظامي تقريباً قد يكونوا 84 أو 85 فإلا لم تكن هناك ثانويات فيه ما يفعلن عن سيقاسو فعليه إذن فالذي كان يحصل على شهادة عدادية كان أمامه أحد الخيارات الثلاثة إما يتوقف أو يكون مدرساً أو إذا وفق آله أن يوافر له منحا فيذهب إلى الخالي الدراسة فما كان إلا أحد هذه الثلاثة كانت المنح وتأتي في ذلك الوقت لا كان فيه منح لكن الأهل كانوا يشترون أو الذي وفق بمنحة سعودية ما غير منحة سعودية يعني نادر الوجود كانت المنح في الغالب تشترى نعم إذن إما تتوقف أكذا فما كان عندي فرصة للحصول على منحة وما كنت أرغب في التدريس فكان الأبد أن أتوقف فتوقفت ووالدي كان أعمل في التجارة فتواجهت للتجارة نعم قضيت السنة يعني تقريبا كنت أعمل في التجارة كنت أخذ بعض الأغراض وأسافر إلى القرى أعيام سوقهم كنت أعطي إلى مسجي في كليم كليكورو أو أذهب إلى كاجلو كليم في السكاسو وهاكذا كنت أفعل نعم فالوالد ما شعر بأنني بدأت أسمع بطلب المال قال لي لا أنت لازم ترجي إلى ما أردته لك إلى الدراسة إلى ما أردته لك قلت له كيف من ذلك اليوم أخبر لماذا سماني هودا قال أنا نظرت كذا كما قلت فعليه إذا سمرت على هذا لن نتحقق أملي وأريدك ترجي صحيح فعليه كلم مدير المدرسة التي تخرجنا منها فقال خلاص هو سيرسلني إلى قرية قرية السكاسو لأن إذا بقيت في السكاسو التجارة مع التدريس يتغلب صحيح فعليه أرسلني إلى كاجلو مدرسا أنا بدأت التدريسة في كاجلو سنة 1985 86 كنت أدرس وللحقيقة أمر غريب يعني مستوى الطلبة في تلك الفترة كان للطلب مستوى كان راقيا جدا جدا أنا تخرجت من شهادة عدادية من ثالث عدادية وعندما ذهبت إلى كاجلو كنت أدرس صفي الخامس والسادس خامس والسادس معنى أنا تخرجت بشهادة عدادية صحيح المستوى كان جيدا فعليه أدرس صفي الخامس والسادس نعم مواد هنا مواد هنا ثم بعد السنة رجعت إلى سيكاسو في مدرسة أخرى المعاد المام إبراهيم الإسلامي ذلك المعاد السيسة في 1986 فطلب مني المؤسس أن أرجع من كاجلو فجئت مدرسا عنده وقضيت مع المعاد الإسلامي أربع سنوات في تدريس إلى كترون جيس ومعاد إبراهيم المعاد الإمام إبراهيم الإسلامي معاد الإمام إبراهيم الإسلامي ثم من خمسة و من ألف وتسعين كترون جيس إلى كترون كينز إلى خمسة وتسعين قمت في تدريس في مدرسة علوم الجين في سيكاسو أيضا في سيكاسو أيضا إذن معناه قضيت عشرة سنوات في تدريس بعد الشهادة الإدادية ولكن وأنا في تدريس كنت أكون مع أساتي ذاتنا يعني في حلقات تفسير وفي حلقات الحديثة في حلقاتي عن المسيدي الدروس المسيدي ومجالس علمية كنت ألازم أساتي ذاتنا تماما وكذلك أيضا بعض أساتي ذاتنا كانوا طلابا في الجامعة السلام في المدينة كلما يرجعون في الإجازات كنت أستفيد منه كانوا يعطوننا بعض الدروس في وصول الفقه ومصره والحديث وكذلك فكنا نأخذ منه الدروس فعليه للحقيقة إذن أنا لم أدرس مرحلة تسمى مرحلة سنوية أنا لم أدرس أبدا للمرحلة السنوية لكن قدر الله أن أمتتح جامعة إسلامية بالنيجر صحيح نعم قبل هذه الجامعة نعم طيب لا ننسى أننا في قناة كنجية تيدي أيها المتابعون إن شاء الله والحلقة من يريدها تستفيدون منها في هذه الصفحة في الفيسبوك واليوتيوب وجميع مواقع التواصل الإجتماعي الحلقة تبثوا مباشرة في قناة كنجية تيدي إن شاء الله والشيخ هدو وترى رغم مرضه النفسي هل كان يعلم ويدعو أو كان متقاعدا في البيت سبحان الله كان إنسان شديد جدا كان إنسان شديد جدا وعندما أصيب بالمرض النفسي أصبح إنسان شريس في نهاية حتى أنهم ربطة بسلاسل لأنه كان إنسان شديد جدا لم يتمكن من التدريس لا 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 إلان توفية لا 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 إلان توفية لكن الوالد قال لأن الله سبحانه وتعالى أن يرزقني علم هود ولا يبتليني بمثل ما بمثل ما أبتلئ به وأن لا يجعلني شديدا مثله فلذلك حتى طبيعي أنا لا أغضب أنا لا أغضب والناس يعرفون من هذا حتى أولادي يعني الله سبحانه وتعالى سهل للتربيات ولكن لا تأجد حتى أولاد يقول أنني ضربته أنا لا أستطيع أن أغضب الغضب والإنفعال هذا ليس عندي هذا ليس عندي لذلك بما يسجب لدعوة الوالد نعم نعم فهكذا هدوة ترى قبل مرضه النفسي نعم هل كان داعياً ومعلماً؟ كان داعياً ومعلماً يعلم كثير من هناك دعاة باردين تباردين في سكاسهم من تلاميذه نعم هل هناك مدة طويلة بين مرضه النفسي وبين تعلمه؟ لا 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 هو ما كسوا فترة طويلة يعلم الناس قبل المرض النفسي قبل المرض المرض جاء مؤخرا جاء مؤخرا إنما هو المرض النفسي خلال توقف تماماً عن كل شيء حتى أخرجوا من سكاسو إلى قراته الأصلية ونغطوشا في قراته الأصلية جميل أفوان على المقاطعة كنا في الجامعة الإسلامية قلت إذن قد نتحت الجامعة الإسلامية بالنجر في 86 86 فبعض الزمراء في الابتدائية بعض الذين درسنا معنا في الابتدائية بعض الذين دادئهم أطوا إلى بمكوا هنا في الهلال الإسلامي كما قلت كان فيه سنوية بدأوا في سنوية لكن كان بشكل غير رسمي نعم فعندما سمعوا بافتتاح الجامعة أعطوهم شهارة سنوية فهم سافروا إلى نجر دون أن يدرسوا المرهرة الثانوية كانوا أخذوا جزءاً ما لأن مع التكنهم كانوا تكملوا ثانوية ثانوية تماما نعم فسافروا إلى نجر وقبل بعضهم والحمد لله نعم فذلك كل ما يأتي في الإجازة يشجعنا نحن ونحن في تدريسه هو يسجر الاتحاق بالجامعة أن الجامعة فيها مصوى وفيها كده وفيكد لكن كانت وقلنا معلقة بسعودية صحيح كانت وقلنا معلقة بسعودية فلم نسجب له زل زل إلى أن في نهاية سطح نقنع بعض الزملائنا انتحقوا بالجامعة نعم هو تخرج فيها دفع الأولى وفيه من تخرج دفع الأولى دفع الأولى دفع الأولى نعم هذا زميل تخرج في ذلك نعم على التحالي لكن في في 2015 في الكنز نعم يعني جاءتني نية في أن ألتاقت بالجامعة لكن للحقيقة كما قلت أنا لم أدرس في لم أدرس في لم أدرس في السنوية لكن المدرسة عرفوا أن المساواة الذي عندي هذا يؤهلني أن أأخذ أن أعطوني شهادة السنوية فعلي الحمد لله أعطوني شهادة سنوية في سيكاسو نعم لكن ماذا حصل المدرسة الرغبة أتت كيف أنا كنت أدرس الصفة السادس سادس بابتدائي وكان في منافسة بين المدارس بسبب النتائج انتحنات الصفة السادسة لهذا الآن كان فيه منافسة شديدة جدا بين المدارس على حسب نسب النجاح نعم نعم فأنا كنت مدرسا في المدرسة ومدرسة كان بيني وبين المؤسس والمدير مشاكل مشاكل نعم مدرسة أخرى نعم فعندما جئنا في 1995 هذا بعد الامتحانات تم تشكيل لجنة تصحيح للتربية الإسلامية نعم وأنا كنت رئيس اللجنة وكان في هذه اللجنة عدون نعم هو مندرس في مدرسة التي تبيني وبين مديرها مشاكل مشاكل نعم وكان عدون في تلك المدرسة والشاب هذا صحيح لم أدرسه في لكن درسوا زملائه زملائه نعم درسوا زملائه ثم التقوا وهو واصل إلى أن حصل على شهادة سنوية فعين مدرسا في الصف السادس نعم وأنا مدرس في الصف السادس بشهادة إدادية بشهادة إدادية وهو بشهادة ثانوية نعم طيب فعند التسحيح جلسنا في اللجنة نحن كأعضاء اللجنة أن نتفق على كيفية التسحيح وعلى التسحيح كيف نصح نعم فأي سؤال أنا أسأل المدرسين لأن كل المدرسين كانوا من أستاذ الصف سأسألهم فلان كيف درست طلابك لأن الطالب لا يجب إلا بما تعلم صحي بما تعلم ولا إذن هذه المسألة كيف تدرثت فهذا يقول أنا أدرسه من كده فأنا أقول إذن فلنأخذ بالحسما أي طالب يجب بهكذا ليس الخطأ من الطالب إنما الخطأ من أستاذه فنأتيه درجة كاملة لأنه لم يخطي نعم فقال لي هذا الطالب هذا الطالب القديم لا 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 هذا أبدا الإجابة صحيحة كذا فأي طالب يختي يحسن منه ما باله يحسن ولا قلت ما خطأه وما ذنبه قال هو لا يبالي هذا الذي يبقى أن يكون فظلرت هناك فقال لي انتبه كلنا هنا أساتذة ما أنا إذا قلت لك طالبا سابقا صحيح الآن كلنا أساتذة لا أنا لست طالبا كلنا هنا أساتذة قلت ما مان هذا الكلام قال المهم كلنا هنا أساتذة من هنا قلت ولكن ليسنا جميعا هنا رئيس اللاجنة أنا رئيس فالذي قرر هذا ليس يكون أبدا صحيح خلال هكذا مرت الأمور هذا كان في شهر ستة ثم في شهر السابعة هو أتى إلى أبا موكو ورجع ذهب إليه وقال لي أساتذ أرجو منك الدعوات فإن والدي تمكن أن يحصل على منحة إلى تونس لهواس إلى دراسة الجامعية نعم فقلت بارك الله فيك نفعك الله بما تتعلم وعلمك ما ينفعك دعوت الله له ثم قلت في نفسي سبحان الله هذا الآن بعد أن حصل شهادة سنوية يقول لي كلنا أساتذة ماذا بعد الجامعة ماذا بعد الجامعة ماذا بعد الجامعة ماذا سيقول لي والله من هناك قررت بأنه لا بد أن ألتقى جمس بالنيجر صحيح فكان أثمان الصارر حفظه الله وبعض الزملائي كانوا قد استعدوا لصفر للنيجر من أجل المشاركة في المقابلة نعم توصلت معهم فقالوا لي نا ولكن لازم ترسل الملف أولا وكذا والوقت ضعقة قلت أنا ما أني مش أنا سأرسل الملف ببريد صحيح نسبق الملوى 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 يسبب الله لا يهم المهم أنا سأرسل المهم يرسل نعم وهكذا قررت السفر بعض الزملائي قالوا لي ما الفائدة في هذا والحمد لله الله وصفنا تعالى كان كان فتح لنا في باب الدعوة حقيقة الله يعلم بأن كان عندنا جهود دعوية إن شاء الله في المساجد في الإذاعات المحلية هذا قبل الاتحاق هذا قبل الاتحاق هذا قبل الاتحاق فترة تدريسة هذا ما شاء الله كان فترة التدريس والدعوة أيضا وجدنا قبولا جدا في الدعوة لدى الناس الحمد لله فقالوا لي لماذا أنت معك هذه الشورى وكذا تترك هذا وإذا رجعت ستجد تتفقد مثل هذه تبدأ من الصفر أيضا من الصفر أيضا صحيح يكفي أن قلت لا 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 أنا لم أقول له لماذا قلت ولكن لا أبد أن هذا صحيح وكان عندي أولاد وكان عندي أسرة في ذلك الوقت نعم أكبر أولادي يعني أولد واحد وتسعين كتربين أونز نعم 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 صحيح نتحدث عن هذا نعم إن شاء الله ثم بعد ذلك هذا بعد الجامعة بعد الجامعة درسنا المهد العالي هناك في الجامعة نفسها في الجامعة نفسها وبعد ذلك عملت مجلسير نعم هذا في بركين أفاسو في بركين أفاسو في الجامعة في المركز الجامعي لتخصات المتعددة لدكتورة بكر دوكري نعم نعم بكر دوكري هذا أول دكتور في بركين أفاسو تمام نعم نعم هو في مركزه نعم له مركز الجامعي هو كان الدكتوراً وقتاً نعم هو كان الدكتوراً نعم هو الدكتور زماني هو فتتح الجامعة بعد سنة ألفين نعم نعم إن شاء الله الآن مرحلة الدكتورة أنا للأسف لم أدرس مرحلة الدكتورة نعم كانت في نيتي لكن الأمراض أتعبتني كثيراً نعم صحيح في الآوينة الأخيرة صحيح هذا مما جعلن حتى توقفتني التدريس كنت أدرس في جامعة الساحل صحيح بعد سافرت إلى تركيا للعلاء وسافرت إلى الطل للعلاء صحيح فهذا جعلني خلاص يعني أوقفت التدريس التدريس وكذلك الرغبة في مواصلة إلى الدكتورة أوقفت هذا تماماً لكن المشهور الدكتور هودوكاني صحيح نعم لا أذكر طالبني اسمه دكتور إلا ويقول والله قالوا هذا لأنني كنت أدرى في الجامع هذا فقط يعني وإلا ليس لدي إشارة الدكتورة أنا لم أدرس لأن جميع الناس يقول دكتور هودوك تمام يعني على حسن النية منه صحيح جزاهم الأخرى ولكن وتستهقون أكثر من الدكتور لكن لم يعني والله الدكتور تستهقون إن شاء الله ما هو التخصصكم العلمي في النيجر وفي بورك نافاس وفي الماجستير؟ في النيجر كان تخصص في الدراسات الإسلامية في تلك الفترة لم تكن هناك تخصص ولا لذا بعدنا نهره ولكن كانت تخصص علم إما دراسات إسلامية أو لغة عربية لغة عربية ولكن شخصياً حتى قبل الجامعة كان عندي ميل كبير جداً إلى وصول الفقه إلى وصول الفقه نعم كان عندي ميل كبير إلى وصول الفقه نعم طريقي أساساتنا الذين كانوا يعطونا في الإجازات نعم في السعودية نعم يعني كنا ناخهم على يديهم الدروس إن شاء الله ومن هنا أحببت وصول الفقه نعم وفي الجامعة أيضاً ما شاء الله نعم يعني صحيح كنا فيه ولكن كنت متماكناً في وصول الفقه إن شاء الله صحيح حتى كنت أتعب الأساساتي الترامن في وصول الفقه صحيح وإذن والتخصص في الميسر في وصول الفقه في وصول الفقه وكل مدى التي كنت أدرسها أيضاً في الجامعة في جامعة الصحيح إن شاء الله إن شاء الله لا نزال على قناتي كنا جياة تيفي مع معالي الدكتور وهدو بكاري كوني معالي الدكتور هل تذكرون بعد زملائي الطلب ورفقائي الدرب تمام في البدايات المرحلة الابتدائية إلى العدادية يعني هناك زملاء كسر في سيكا سو يعني هم الآن ما شاء الله قادة العمل الإسلامي في سيكا سو الحمد لله وعلى أحد سوفيه اسمه عبد الكريم ساكو هذا مشهور لازال موجوداً هناك ما شاء الله زعيم كبير للعمل الإسلامي في سيكا سو الحمد لله وذلك بعضهم أيضاً موجودين حالياً في كودغار ما شاء الله هم جهود كبيرة نعم أما في المرحلة الجامعية نعم فالدكتور عثمان صالح نعم نعم وإن كان هو آخر سوف أنا أكبره نعم ولكن درسنا معاً في الجامعة نعم وكذلك الدكتور سبيل المغطار لا يرحمه نعم وكان أيضاً جميلاً معنا في نفس السنة إلى أن تخرجنا جميل جداً وهكذا هل تذكرون بعد المشايخ الذين كنتم موجبين بهم إما بوسلوب دعوتهم نعم أو بوسلوب تدريسهم نعم ولا تزالون موجبين بآثارهم نعم نعم في دراسة مراهل الدراسية نعم أو حتى بعد المراهل الدراسية نعم نعم مراهل الدراسية الذين درسوني هناك أساتذة كنت معجباً بهم نعم في واحد اسمه حامد قلوبالي هو لها ذا في السكاسو الآن أصبح شيخاً كبيراً درسنا أربع سنوال حقيقةً هو حامد صاو حامد قلوبالي حامد قلوبالي نعم هو لا يزال على قيد الحياة والشيخ كبير نعم وكذلك بكري سنقلب بغير مدينة نعم أيضاً يعني في الشجاعة العدابية وهكذا يعني والوعد وكذا سفرنا منه كثيراً كثيراً نعم وفي والحمد لله أما في العالم الإسلامي في العالم الإسلامي حقيقةً الشيخ الدكتور نصف القرضاوي القرضاوي نعم هو أستاذ حقيقةً نعم موجب به تماماً بل وأصبحت من تلاميذه ليس يعني مجرد إعجاب بل يعني إصدافني في بيته كديراً من أسبوعاً كاملاً في قطر نعم قضيت معه يعني في ربطة تلاميذ وعنده ربطة تلاميذ القرضاوي نعم نعم فوجه لي دعوة وشاركت وقضينا معنا أسبوعاً تارتاً نكون في بيته ونكون في مصيده سفرنا منه أخذنا منه دروس مباشرة الحمد لله نعم فهو أستاذ فعلاً وليبت به ولا أزال فهو أستاذ دقيقةً رحمه الله وتقمده الله بواسع رحمته والحلقة لهولى هذه بقيت منها دقيقتان فقط فهل تذكرون مثلاً بعض المواقف الجميلة التي تذكرونها في حياتكم الجامعية أو في الصباة في سيغاسو قبل الاتحاق بالجامع نعم الموقف الجميل نعم هو عندما زار إمام الحرم المكي نعم الشيخ عبدالله سبيل نعم هو كان رئيس أئمة الحرم وقت ايذن نعم وقت ايذن قبل عبد الرحمن السديث نعم بين وابن عبد الرحمن السديث فترة طويلة جداً نعم 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 في بداية 80 وزارة مالي وزارة جميع المدن يعني كبار باماكو سيغو سيغاسو مبتي لكن عندما أتى إلى سيغاسو كانوا كان الأئمة والدعاد أعدوا شباب لستقباله كانت المدارس كثيرة وطلقصوا لكن وقال إختار علي أنا أن أكون من يلقي كلمة الطلبة ويراحب بالشيخ أمامه فهو بمجرد ما نظر من السيارة إذن أنا رحبته بآله وأصلاح بكم أيها الإمام الفادل وبكل من صاحبه في سياراته فقلت هذا هو وضع يده على كتفي ويقول بارك الله فيك فهذه الموقف جميل جدا فكل من كان من الطلبة يتذكرون يقولون هذا جعلني ذكيا مع أنه لا 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 قلت أنا أخطيطي الذكائي وليس هو الذي جعلني ذكيا لكن قالوا لا 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 أنت ببركة يديه أصبحتها وإذن إنما كبرت الشيخ تذكرون يقولون له هذا يعني في بركة من إمام الحرم صحيح صحيح إن شاء الله والموقف الجميل جدا إن شاء الله ومتابعين الكرام مشاهدين الأفاضل مع معالي الدكتور هدو بكاري كوني وعالم وداعية في هذا البلد الطيب على عريق وهذه حلقتنا الأولى في السيرة الذاتية والمسيرة العلمية مع فضيلته ترقبوا الحلقة الثانية مع معاليه لنتهدس عن بعض المشقات والصعوبات التي وجدها الدكتور أيام الطلب وهكذا عن قراءات والسطور عن الساحة التعلمية والتعلمية في مالي ونصائح والتوجيهات إلى أموم الدارسين ورؤية الدكتور إلى مستقبل التعلم العربي الإسلامي في مالي دمتم طيبين إلى حلقة قادمة وثانية مع معاليه إن شاء الله وشكرا لكم على قناة كوندية التفي شكرا والسلام عليكم